اختتمت فعاليات مسابقة الفتيان الأيتام بمنطقة الهاشم الشمالي لمسابقة كرة القدم والشطرنج وتنس الطولة والدراجات الهوائية والمسابقات الثقافية وذلك بالتعاون مع جمعية رعاية أيتام الهاشم وقادة العمل التطوعي ومندبي لجان الأيتام في مختلف مناطق المملكة رئيس جمعية رعاية أيتام الهاشم قال إن الجمعية تضم أكثر من مئتي عائلة عفيفة من الأيتام تقدم لها الرعاية الصحية والتعليمية والمادية حيث يقام كل يوم جمعة يقام نشاط للفتيان والفتيات الأيتام وتقديم برامج منهجية ولا منهجية على الصعيدين الداخلي والخارجي وتخلل الحفل عروض لفرق كورال تغنت بفلسطين وحق العودة واختتم الحفل بتسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمسابقات المختلفة وتقليد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالميداليات ومنحهم الدروعة والكؤوس